حقدت في جامعة إقليم سبا ندوة ثقافية عن الأبعاد التاريخية والثقافية لمحافظة مأرب وأهمية دورها في السياقين التاريخي المعاصر التاريخي والمعاصر والتي نظمها فرع الهيئة العامة للكتاب محافظة مأرب تحت عنوان مأرب رمزية الحضور في التاريخ والواقع وفي الندوة التي حضرها وكيل المحافظة عبدالله الباكري ونائب رئيس الجامعة دكتور حسين الموساي وعدد من الأكاديميين والمختمين بالشأن التاريخي والثقافي وتحدث الكاتب جمال أنعم عن الأهمية الاستراتيجية لمأرب واستعرض دوارها عبر العصور بدءا من دورها في الحضارة السبائية وصولا إلى تأثيرها في الأحداث السياسية والاجتماعية المعاصرة مؤكدا أن مأرب ساهمت في تشكيل الهوية اليمنية وتشكيل الهوية الثقافية لليمن من جانبه أكد مدير فرع الهيئة العامة للكتاب بمأرب ناصر الشريف أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات الهادفة لتعريف الأبناء بتاريخ الآباء وحضارات الأجداد بما يسمو في تنمية وعيهم الثقافي والتاريخي وتعزيز الهوية الوطنية لديهم وتخللت الندوى العديد من المداخلات وأثريت بالنقاشات من قبل الخاضرين التي ركزت على ضرورة الاستلهاب من تاريخ مأرب الغني ومن حضاراتها العريقة ما يغير من واقعنا اليوم ويعزز من دور مأرب من حضورها في المشهد اليمني ويمكنها من تجاوز كافة التحديات في الحاضر والمستقبل